أنا كنت مدخن وكان عندي أخيان في البيت عندي ولما بطلت الأخيان الحمد لله ربنا نتعب علي باته هل فلسه حرام علي عندي؟ الأمر انتهى ولا لسه موجود؟ انتهى بألسه ناتين أنا مبطل دلوقتي الحمد لله لا يوجد أخيانا عندي خلص بس اللي كان عندي تخلصوا منه وانطروا لما باته هل في الوزر علي؟ عفو الله عما سلف خلاص استعني في حياتك من جديد كنت تبيع وتشتري وتبت تاب الله عليك أنا ما كنت اشتريك أنا كنت لا يعني ايوة يعني اشتريت وبيعته ما انت اشتريت وبيعته ايوة طيب صلايكو